لولا الوفاء محتاجة الناس للناس ولولا المواقف ما عرف بعضنا بعضا ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أخوة صادقة وقلوب حنونة في زمن تتبدل فيه الأشياء شكلا ومعنى حياتنا لوحة فنية ألوانها أقوالنا وأشكالها أعمالنا وإطارها أعمارنا فإذا انقضت حياتنا اكتملت اللوحة وعلى قدر روعتها تكون قيمتها حتى إذا جاء يوم العرض عرض كل إنسان لوحته وانتظر عاقبته ففي هذا اليوم أسأل الله لي ولكم ولوالدين ولوالديكم ومن يحبنا الجنة فأبدع في لوحتك فما زالت الفرشاة بيدك عاشر بمعروف فإنك روحل وترك قلوب الناس نحوك صافية واذكر من الإحسان كل صغيرة فالله لا تخفى عليه الخافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيكم عاملين إيه؟ أتمنى يا رب الجميع يكون بصحة وعافية ربنا يسعدكم يا رب ويسعد أوقاتكم معي إيه؟ معي طاجن بمية باللحمة المفرومة طاجن البمية باللحمة المفرومة ده حكاية جربوا وأنا متأكدة إن شاء الله إنه هيعجبكم يلا نشوف مقاديره إيه؟ مقاديره عندي نص كيلو البمية نص كيلو بمية سواء مجمدة سواء خضرة زي ما بتحبي المهم نص كيلو بمية بتاخد ربع كيلو لحمة مفرومة معي حبة فلفل حر مقطعة اللي اللي بيحب طبعاً معي بصلة كبيرة برضو مقطعها أو بشرها معي مثلاً فلفل ألوان لو بتحبوا كباية من الفلفل الألوان معي فصين من التوم بعملهم شرايح أو أبشرهم برضو مفروم معي طبعاً كبيتين من عصير الطماطم أو زي ما بتحبه طبعاً كل واحد زي ما بيحب الطماطم بتكون إيه؟ كمان عندي معلقتين كبار من عصير اللمون وعندي معلقتين كبار من الصرصة الطماطم وطبعاً لو أنت عندك مرأة أو ممكن تغيريها بمية أنا هستبدلها بمية مش لازم مرأة يعني وعندي معلقة كبيرة من الكزبرة النشفة اللي احنا بنستخدمها زي في الملوخية الكزبرة النشفة لما بنحطها كتوابل بتدي طعم وريحة حلوة جداً في البمية كمان قصوص وعندي معلقة كبيرة من التوابل المشكلة وطبعاً الأساس عندي ملح وفلفل أسود عندي كمان ربع كباية من الكزبرة المفرومة وعندي معلقتين زيت احنا عايزين ناكل البمية بطريقة صحية بطريقة ضايت كمان إن شاء الله هتعجبكم جربوها بالطريقة دي طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله هتعجبكم ويلا نبدأ مع بعض بجيب مقلاية بحطها على النار وبحط عليها شوية زيت وأول لما يبدأ يسخن الزيت أروح حتى البصلة الأول وأدبلها شوية يعني مش عايزها طبعاً تتحمر ولا حاجة يعني أفضل أفضل شيء إن انتم متحمروش البصلة بتدي طعم حلو الريحة بتروح منها وبتبقى طعمها بجد بجد خطيرة أدبلها شوية بشوية لحد لما تبدأ تدبل معايا وبعد شوية هضيف نفس التون يعني هضيف فص التون وهخلي الفص التوني اللي بعد كده بتديني نكحة حلوة جداً جربوها بنفس الخطوات وبنفس الطريقة هيطلع معاياكم أحلى طاج الباميا باللحمة المفرومة مش ضروري إن إحنا عارفين إن إحنا دايماً بنعمله باللحمة الضاني بس باللحمة المفرومة بجد لما جربته عجبني جداً وهنزل اللحمة المفرومة بعد ما حطيت التوم وقلبته شوية نص كيلو باميا بياخد ربع كيلو لحمة مفرومة يعني مش بنحط فيه كتير لكن طعمها بيبقى لذيز جداً ممكن ناكله معايا رزة أبيض رزة بالشعرية بيطلع معايا في منتهى الجمال هقلب كويس جداً اللحمة المفرومة لحد لما تروح منها اللون الفاتح اللي انتوا شايفين واعصج اللحمة المفرومة باللون الحل شايفين شكلها ازاي اللحمة تغيرت بتطلع باللون ده هعمل اي دلوقتي هنزل بقى بالفلفل الألوان والفلفل الحار لو ما عندناش فلفل الألوان بنحط فلفل حار عادي أو فلفل أخضر رومي يعني ليكم الاختيار طبعاً بس التكة دي بتدي فعلاً فعلاً الباميا باللحمة المفرومة بتدي لها طعم خطير وهضيف كمان التوابل اللي عندي عندي معلقة كبيرة من الكزبرة الجفة ومعلقة توابل كبيرة مشكلة زي ما بتحبي يعني اللي هي بتاعة الخضروات أو دجاج مشوي لحمة مشوية يعني ليكم الاختيار في التوابل أو ممكن تحطوا التوابل اللي هي البهارات السبعة وطبعاً مع ملح وفلفل أسود ده لازم الفلفل الأسود بيديها طعم حلو جداً الكزبرة النشفة كمان بتديها طعم خطير فعلاً وعندي كزبرة كمان طازجة اللي هي ناخد منها كوباية أو يعني حزمة كزبرة اللي هي الطازة أقلبهم بقى كويس جداً بعدين أنزل عليهم بعصير الطماطم عصير الطماطم عايزة تحطي كوباية كوبايتين يعني أنا حطى طمطمطين كبار بس مقطعهم كده أو عصرهم في الخلاق زي ما بتحبه وأسيبهم شوية ياخدوا بقى طعم بعض نقلبهم ونسيبهم شوية مع بعض بقى الطماطم تديني طعم حلو جداً معاها وتغلي شوية طبعاً بعد ما غلت معايا ونسجمت مع بعضها بالشكل ده هنزل بمعلاءة كبيرة من الصلصة أو كمان معلقتين برضو على حسب اختياركم انتوا على حسب ما بتفضلوا زي وأحط معاها شوية سكر صغيرين علشان يضيعوا لحمودة الطماطم وعلشان كمان الأكل ما يعمل ليش حموه وأغطيها بقى أسيبها مع بعضيها تستيوي شوية احنا عرفين اللحمة المفرومة مش بتاخد وقت جديد يعني بالضبط خمس دقايق بلاقي الطماطم مع الصلصة مع الفلفل الألوان هنسجمت مع بعضها مع التوابل كمان اللي أنا خطوها بروح أنا حطها بمية مجمدة اللي هي 400 جرام يعني أقل شوية من نصف بحطها بالشكل ده وبقلتها مع اللحمة المفرومة ومع الصلصة والبهارات اللي أنا حطوها بجد الطازن ده خطير لو أنتوا جربتوا أنا أول مرة لما عرفتوا قلت لأ مش هتكون حلوة باللحمة المفرومة أنا متعودة لما أنا باكلها باللحمة العادية القطع بتاعتنا سواء الباني أو البتلة وبحطها في الفورنج الشكل ده بس فعلا لما أنا جربتها عجبتني جدا تطلع فعلا خطيرا هحط بقى باقي التوم اللي احنا شلنا مع بعض فاكرين لما أنا قلت نشيل الفص التاني اللي احنا فرمينا التاكة ديك تبدي لها طعم خطير بيبقى بيحت التوم طلع فيها حلوة جدا احنا عارفين البامية حلوة جدا مع التوم بحطه وبقليبه بقى فيها أفضل أقلت بس فيها شوية عشان أنا طبعا عندي البامية مجمدة فعايزاه علشان تسخن بسرعة في الوقت ده كمان هضيف معلقتين من عصير اللمون ليه عصير اللمون علشان البامية تفضل خاضرة معايا وتفضل محتافظة بقوامها ما تستويش جامد وتتهري مني الخطوة دي مهمة جدا وكمان هحط الكزبارة التازة لو أنا عندي أنا عندي شوية صغيرين فهحط بس شوية معاهم والباقي هحطه في التزليم لما تطلع معايا قاجل البامية من الفورب وأديلها كمان زي كوب بيتين بقى مية يعني زي ما بتشوفي احنا عارفين البامية المجمدة مش بتاخد سوى كتير فمش هحط بالتالي مية كتير لإني لسه كمان هتنزل ميتها واللحمة المفرومة طبعا مستوية يعني بس هدخلها الفورب علشان البامية تستوي معاها وكمان اللحمة المفرومة تاخد من طعم البامية من طعم التوم والبصل والتوابل والبهارات اللي أنا حطوها أسيبها شوية أغطيها وأسيبها خمس دقايق بس تغلي علشان كل الخضروات تكون سخنة معايا وطبعا الفورن لازم أكون مسخناها من قبل كده شايفين لونها طلع حلو ازاي هحطها في الطاجن اللي أنا هدخله الفورن سواء طاجن بايريكس أو أي طاجن أنت عندك الفخار بندخلها الفورن لو إحنا عندنا الطاجن الفخار لازم أدور الفورن قبليها بشوية وأحط الطاجن في الفورن لمدة ربع ساعة وهو فاضي علشان يسخن معايا بسرعة وأنزل فيه بقى البامية اللي أنا عامناها باللحمة المفرومة وأغطيها بالورق الفايل أو ورق الأصبير وأدخلها الفورن يعني بتقريبا بتاخد نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير خالص بس توضيحها لا في الفورن وأشوفكم إن شاء الله بعد ما تطلع وكده طاجن البامية طلع معايا من الفورن ما أخدش أكتر من نص ساعة بجد يجنن الريحة لو أنتم معايا فعلا 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 فضيحها ريحة حلوة جدا بزينوا بشوية من الكزبرة الطازجة اللي أنا قلت لكم عليها الكزبرة الخضرة فضيحة بجد طاجن البامية وكفي أنه صحي وضيت ما حطينا الزيت كتير ما حطينا السمنة كتير بس يدوبك معلقة زيت واحدة بس كبيرة أو معلقتين وهتلاقيه بجد طحفة بجد طعمها خطير لازم تجربوها مع الرز بقى ما أقول لكمش حكاية لو عجبكم طاجن البامية باللحمة المفرومة ما تنسوش تعملولي لايك تشتركوا في القناة اللي مش مشتركين تفعلوا كمان زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزيله أشوفكم في فيديو جديد أستودعكم الله الذي لا تضع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته